سلام عليكم عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان البلاسينتا او المشيمة بتنقل الاكسجين والمواد الغذائية من دم الام للجنين وبتنقل الفضلات وسان اكسيد الكربون من دم الطفل لدم الام ده غير كمان انها بتعمل كحاجز بيصف السموم والادوية اللي دخلت جسم الام وبيمنعها من انها توصل للطفل داخل الرحم ومع اقتراب معاد الولادة بتبدأ المشيمة انها تنتج مستويات عالية من الهرمونات زي هرمون البروستاجلندين اللي بيساعد على تليين عنق الرحم علشان يبدأ يتسع ويهيئ نفسه لولادة الطفل والمشيمة وطبعا المشيمة بتكون متصلة بالطفل عن طريق الحبل السري ولما الطفل بيتولد بنقطعه وبكده بيبقى عندنا المشيمة والحبل السري داخل الرحم وانسجة المشيمة بتكون متصلة بانسجة عضلات الرحم والطبيعي ان بعد الولادة وقطع الحبل السري ان الرحم بيستمر في الانقباض لحد انسجة المشيمة ما تنفصل عن عضلات الرحم وتخرج برا الجسم عن طريق المهبل وفي الطبيعي ان العملية دي بتستغرق حوالي نص ساعة لكن احيانا ممكن يحصل مشاكل وتتعصر ولادة المشيمة فلو بعد نص ساعة والمشيمة ما تولدتش بيبدأ الدكتور انه يسحب الحبل السري لكن ببطء ولو حس ان في مقاومة او الحبل السر ممكن ينقطع وينفصل عن المشيمة بيوقف فورا وبيبدأ يعمل مساج للمنطقة اللي فوق السرة والتدليك او المساج بيساعد على فصل المشيمة عن انسجة الرحم ولو فشلت كل الطرق فبيضطر الدكتور ان يزيل المشيمة يدويا بيبدأ الدكتور يدخل ايده في المهبل ويمشي مع الحبل السر والحد ما يوصل للمشيمة وبعدها بيحط الايد التانية في المنطقة اللي فوق سرة بطن الام وبيعمل لها عملية دعم وتثبيت وبعدها بيبدأ يدخل اصابع الايد ببطء وبالراحة في المستوى اللي بتلتصق فيه انسجة المشيمة بجدار الرحم والحد ما يفصل المشيمة عنها تماما بعدها بيعمل دعم وتثبيت لمنطقة المسانة بالايد التانية ويطلع ايده المشيمة عن طريق المهبل وممكن الدكتور يدخل ايده مرة تانية علشان يتأكد ان كل اجزاء المشيمة خرجت وما تبقاش منها اي انسجة لانها ممكن تسبب نزيف وعدوى بعد الولادة